اشتركوا في القناة 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 some cool اشتركوا في القناة فشفت انه الملح يطلع كتير يعني زيادة فانتم اش قللوا من الملح على خبرتي في العقين اني حسيتوا انه الملح تأتو يعني انتم ما تش اتنين على كوب دقيق حسيتو كتير لانه احنا بالمعقنات نستخدم على كل كوب دقيق في المعقنات ربع ملعقة صغيرة ملح في الكوب الدقيق فهذا اني شفت اتنين كتير يعني حتى انه يكون مالح عرفتو عشان كده ملعقة صغيرة ملح تكفي تماما انه يقع لكم بسكوت مالح بعد كده قبت عود الاسنان وبدت اعملي مثل التقوب عشان يعمليم ايش نفس البسكوت كده بدت اعمل عليه خرمات ودخلتو على فرن مية وحرارة مية وتمانين مسبقة بتسخين لمدة خمسة عشر دقيقة بعد خمسة عشر دقيقة ما شايفو اللون كيف يا السلام بعدين فتحت له بس من فوق حاجة بسيطة عشان يتحمر بس زيل جاهز واحلى كمان طعمه ولديد كده تاكلو مع الشاهي هو مقرمش كده شاحط كده مقرمش اشتي يعني اشتي لكم اه تغميصات فيه ممكن تعملوا صوس تغميص وشوفو كيف القرمشة ما شاء الله يعني اكيد سمعتون قرمشة كيف جدا لذيذ لازم تقربونه هذا كان الفيديو انا قربت ااكله كده مع القام وقربت مع القبنة وقربت اغنبصه في الشاهي كان جدا لذيذ وطبعا تقدروا تعملونه بكتير نكهات مثل تضوفوا الشمار تضوفوا اليانسون تقدروا كمان تضوفوا فيبو الثوم البودر يعني او ثوم حتى صحيح يعني فريش يعني تقدروا تعملوا فيبو نكهات اللي انتم حابين تقدروا تعملونهم الصراحة كمان سويت مسكر يعني بدل الملح سكر يعني لكم حرية النكهات هذا كان الفيديو ان شاء الله يكون عقبكم الفيديو بالعافية لي ولكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل قرس الاشعارات ولايك و كومنس حلو منكم بالعافية لي ولكم